أقرب الساعة تشير إلى التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة وده موعد موجز الأنباء بصحبة زميلتنا هلالحم الأول شكرا مصطفى التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعددين من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطورات استفادة مصر من الثروات المعدنية حيث شدد الرئيس السيسي على انتهاج أفضل الأساليب للإدارة الحديثة والحكمة والتقنيات المتطورة على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية ويسهم في تعزيز الخطة الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني وجه رئيس عدد الفتاح السيسي بالاستمرار في مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وصولا لتوفير التغطية الصحية في كل المحافظات جاء ذلك خلال اللقاء عقده الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة موجها في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية بهدف تعزيز استمرارية ناجاح تلك المبادرات وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاقا في جدة وأكد الطرفان التزامهما الأساسي بمجاب القانون الدولي لتيسير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين مشددين على التزامهما الراسخ بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه كما رحب الطرفان بالجهود التي تبذلها الدول الصديقة للسودان التي تسخر علاقاتها ومساعيها الحميدة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك الالتزام بالإعلان وتنفيذه على الفور قال الجيش السوداني إن قواته تتعامل بحسم مع كل الأعمال العدائية التي تقوم بها قوات الدعم السريع من قصف عشوائي وغلق للطرق وأضاف الجيش في بيان له أن قواته اشتبكت مع قوات الدعم السريع في شمال بحري لفتا إلى أنه تم تدمير عدد من العربات المسلحة والاستيلاء على عدد آخر بالإضافة لوقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحة وأشار البيان إلى أنه تم توجيه ضربة لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي أن بلاده تحتاج إلى مزيد من الوقت للتحضير لهجوم مضاد مرتقب على نطاق واسع ضد القوات الروسية وأضاف زيلانسكي أن بلاده تمتلك ما يمكنها من المضي قدما وتحقيق النجاح لافتا إلى أنه سيتم الفقد من كثير من الأرواح بسبب نقص العتاد وكانت المملكة المتحدة قد تعهدت بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى لتكون بذلك أول دولة تقوم بتزويد أوكرانيا بهذا النوع من الأسلحة قدت المحكمة العليا في باكستان بأن إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان لم يكن قانونيا وذلك بعد نحن يومين من احتجازه بتهمة الكسب غير المشروع وقالت المحكمة العليا في قرارها إن الطريقة التي نفذت بها مذكرة الاعتقال الصادرة عن رئيس المكتب الوطني للمحاسبة باطلة وغير قانونية أعلنت منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية لتفشي فيروس جدر القردة وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم خلال مؤتمر صحفي في جينيف إن المنظمة ترى الآن تقدما ثابتا في السيطرة على تفشي المرض بناء على دروس فيروس نقص المناعة البشرية والعمل عن كثب مع المجتمعات الأكثر تضرورا وأضاف أدهانوم أن حالات الإصابة الجديدة بالمرض انخفضت بالنسبة 90% خلال الأشهر الثلاثة الماضية أعلن البيت الأبيض أن المباحثات التي كانت مقررة اليوم بين الرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي أرجعت حتى مطلع الأسبوع المقبل ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مطلع على المباحثات أن هذا الإرجاء خطوة إيجابية حيث أنه يشير إلى تحقيق تقدم بين الطرفين وأشر المصدر إلى أن اليوم لم يكن موعدا مناسبا لعقد اجتماع على مستوى الرئيس وزعماء الجمهوريين في الكونغرس انتهى مجزو التاسع